إذن الطريقة الأولى وهي الأسرع في التحضير سوف نحتاج إلى 100 جرام من الشوفان كأس من الحليب من النوع الكبير ثم نترك الشوفان مع الحليب مدة 30 دقيقة لكي يصبح طريا بعدها يمكنك استعمال الموز أو الفراولة أو أي نوع من الفواهر تقوم بتقطيعها جيدا وتضعها على الشوفان وأخيرا يمكنك استعمال الزبيب كمنكه للشوفان في هذه الوصفة نحتاج إلى 100 جرام من الشوفان ثم نحتاج إلى بيضتين كاملتين وبيضة واحدة بيض البيض فقط وأخيرا مسحوق الشوكولاتة أو يمكنك استعمال زبدة الفول السوداني قم بتهو الوجبة مدة دقيقتين فقط وقلبها على جانبها وانتظر قليلا ثم تصبح الوجبة جاهزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة